مزاد المقتنيات في نيوجيرسي يشهد عرض معطف ارتدته الممثلة البريطانية كيت وينسلت في فيلم تيتانيك الحائز على جائزة الأوسكار وانطلق المزاد الأسبوع الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى الثالث عشر من سبتمبر المقبل ووفقاً لما أعلنه الرئيس التنفيذي للمزاد فإن هذه القطع المميزة قد يصل سعرها إلى مائة ألف دولار وارتدت وينسلت المعطف خلال مشاهد الغرق في الفيلم الصادر عام 1997 وهو مصنوع من الصوف الوردي مع التطريز الأسود والمعطف من ابتكار ديبورا لينسكوت التي حصلت على جائزة أوسكار لأفضل تصميم أزياء عن عملها في الفيلم